السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد اليوم جيت نشارك معكم كايكو غلاس اللي بغيت ندير معكم هات التجريبة خديتهم من مواقع التواصل الاجتماعي يعني الوصفة خديتها من مواقع التواصل الاجتماعي وهو الفيديو كنشاركه معكم دير الوصفة وقلت علاش الله غادي نجربها وغادي نشوفو هات الفيديوهات او الوصفات اللي كنعطيوكم واش كيصدقوه ولا ما كيصدقوش صراحة الوصفة ماشي ديالي ديال القناة او لا ديال المحتوى وحد اخر وقلت علاش الله غادي ندير معكم تجريبة عملية وانتم ما غادي تشوفوها وإلى عجباتكم تجريبة بطبيعة الحال ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة هادشي كيشجعني وفي نفس الوقت كيحزني باش نجيب افكار جديدة كيف ما كتعرفوا قناتي متنوعة يكنشارك معكم اي حاجة وكل حاجة بالنسبة الهنايا كيف ما شوشوا معايا انا تبعت الطريقة كيف ما درت سيدة بكل لازي طاب ديالها والمقادير كلهم بدكشي لي درس درس نفسه يعني جوج بيضات واحد ديال غورت ديال فاني نصف كأس ديال السكر سانيدة نصف كأس ديال الزيت قبصة ديال فاني قبصة ديال الملح جوج ديال كيسان ديال ديال طحين الفينو وهذا هو السر ديال هاد الكيك اللي هي قالت ونصف كأس ديال الكوك وابتا هادا سر من مكونات هاد الكيك هي قاتلك الكيك واعر وغزال وما غادش ندمو الى درتو فعلا انا غادينتبع لما راحل ديالها وغادينتشوف واش هاد الكيك كيف ما قالت هي او الى لا اه هنا يا شفتو اه جوج كيسان ديال ديال الفينو نصف كأس ديال الكوك وغادي تخلط هي المقادر وتاني خلط المقادر المهم الى نجح الكيك را غادي نشارك معاكم ولا ما نجحش بطبيعة الحال او غادي تشوفوه بعينيكم المهم كيف ما شفتوه معايا درت خمارة ديال خمارة فورية وحدة المهم راح حركت المقادر كاملها و بطبيعة الحال انا هي المول اللي استعملت انا ما عنديش يعني غادي نستعمل المول اللي كين عندي ولكن النتيجة خاصة تكون نفسها يعني نفس النتيجة اللي هي حصلت عليها خاصة انا نحصل عليها يعني دك الكيك اللي لا تكستيق دياله زوينه المدق دياله زوين شكل دياله زوين المهم كيف ما كتشوفو معايا طريقة نفسها يعني كيف ما هي شدت المول درت له الزبدة درت له الطحين هكذا بش ما يلصقش درت فيه دك المقادر حطتهم خدت تفاحة نقاتها وحكاتها من فوق ديال الكيك من الفوق انا درت نفس الشي يعني المقادر كلهم درتهم نفسهم ونفس الطريقة وغالي نكتشفو واش الكيك صدق او لا لا هذي تجريبة وغيت نديرها معكم هكا حيث باش بزاف الناس بعض المرات انا منهم كتكون الروتين ديالك اليوم اللي كتديري كيطلع عليك في الرأس وكتبغي تشوفي وجابات صحية او لا وجابات او لا حلاوي او لا كيك كتبغي تشوفون من مواقع التواصل وكتبغي انه خسرتي مقادر وخاص هادك الوصفة كيف ما اعتصها ليك خاصة تصدق ليك يعني ما يمكنش انه حلوة هي صدقات لها وانتي ما تصدق ليكش وانتي ديرها نفس المقادر ونفس اسميته خصوصا ايلا كان عندك فرانزوين وكورتيو كيطيب كل شي مزيان والمقادر درت يوم نفسهم يعني ما يمكنش انها ما تصدقش المهم اليومات تجربة عملية كيف ما شفتوا معايا هي درت تفحق حكاتو من فوق الكيك تا انا حكيتو كانت درت واحد العناصر اللي دمجاتهم باش غادي يعطو ديك القرماشة اللي غادي تكون الفوق اللي هما اللوزئي في لي السكر سانيدة ولكوك انا حتى انا خلطهم كيف ما شفتوا معايا ودرت ليهم واحد شوية دي يلزبت بطبيعة الحال باش خلطاتهم باش كيجيكون هكا مقرمش مرملين درتهم حتى انا من الفوق ودخلتهم على فلفورو على درجة حرارة 180 درجة بطبيعة الحال يا مني جبدت الكيك تاورا كان مقرمش محمرة من التحت هاي نفس النتيجة اللي لقيت الحمد لله ومنين قلباتو ورا هالنتيجة اللي غادي تشوفوها هي هاي بني انقلبتو يعني تذيك القرماشة اللي كتكون الفوق ودك لا تكسر اللي ديالها الفوق زوينا الصراحة الكيكة جربتها غزالة في الطعم ديالها هشيشة وغادي نوريكم شكل ديالها من هنا يمن الفوق مني غادي نقطعها راه الوصفة ناجحة 100% صراحة جربتها إلا بغيتوا تجربوا الكيك أنا نبصم لكم المهم رات تجري بادرتا قدامكم كيف ما كتشوفو الكيك كيجيه شيش ومقرمش من التحت ومقرمش من الفوق يعني الكيك ديالها ناجح 100% دبا بطبيعة الحال إلا عجبكم الكيك ما تنسوش تديروا اللايك وإلا كنت النتيجة اللي توقعتوها صحيح حول الله خلوها ليه في كومنتر غادي ندوزو باش نشوفو القلاس بطبيعة الحال القلاس سيدا هنتم كيف ما شفتو كنت ديرها في المجميد حتى أنا خرجت هذا القلاس دابا كيف ما شفتو معي من المجميد غادي ناخدو غادي نقشرو كيف ما هي قشراتو بطبيعة الحال أنا محتاجيش أنا نديرو في المهم شديتو هكدا هي قد قطعيت أنا قطعتو را هنتم غادي نتوفو معايا غادي نتباقا المراحل اللي دارت في داك في داك الميكسر ديالها كيف ما شفتو الميكسر شدة كل شي العناصر داتهم في الميكسر المهم هي طريقة مزربة داك شعليش أنا غاني نمشي معكم بالمراحل شوية بشوية تتشوفو معايا أشنو دارت المهم هي كيف ما ورز أنه أخذت البانان قطعتو حيدت ليها القشرة دياله كلو تقريبا واحد تقريبا جاي الكيلو ديال البانان دارت فيها جوج ديال الياغوخت يعني ديال دانون ديال فاني دارت قبيصة أو لا قطيرات ديال فاني حتى أنا دارت قطيرات ديال فاني دارت جوج معالق كبار ديال كريمة سائلة دارت أنا جوج معالق كبار ديال كريمة سائلة كيف ما شفتو الفاني حتى أنا دارت في حالها دارت جوج معالق كبار ديال العسل أنا قام عوفر عندي عسل ديال ليمون وحر دارت وتأنا جوج معالق ديال العسل ديال ليمون يعني المقادر اللي دارت دارتهم كاملين قادت لك ديري واحد قريبا العصرة ليمونة يعني حامضة اللي غادي تكون عصرتيها وغادي تضيفيها اللي سمشو باش ميكحاش داك شي اللي درت درتوا حتى انا المهم غادي نشارك معاكم تجربة كاملها هنتم ودرت كل مقادر كلهم درتهم في الميكسر وطحنات غادي تشوفوا معايا وغادي نشوفوا هاد القلاس واش غادي يصدقوا للا كيف مشتو درت درت البانان مقطع زد عليه داك العصر ديال النيمونة وحيدة درت جوج معاها أنا غادي نعود معاكم المقادر باش هكذا تشوفوا رائلا وقفتوا الفيديو دياله ولا بقيتوا غادي معاها بشوية بشوية غا تشوفوا نص المقادر ليدا ترا درتهم اختارة ديالفاني درت اختارة ديالفاني المهم غادي ندير المقادر كاملها وغادي نشارك معاكم النتيجة كانت درت يا جوج دياليا وخت انا درت جوج دياليا وخت ولكن الصراحة ما بغيتش نحرق لكم المراحل بغيت نخليكم حتى الاخر باش شوفوا النتيجة الصراحة مهم بعض المرات حدك شي لاش كي بقى فيك الحرخ خصوصا مني كتستعملي بزاف ديال المقادر وما تصدقش لك الحاجة كيف ما بغيتي ما كتفهميش ما زال غاديش قولي كيك ما صداقش رايب ممكن الفرر مختلف المول يقدر يكون ما عندكش نفس المول المول تاوكي يلعب دور كبير فانا ولكي كتصدق ولا لا ولكن هادا غاي غلاس ومقادر ما محتاجين تحاجة غادي تدخليه ما غا فيه لا طياب لا تحاجة غادي تدخليه الكنجيلاتور غادي يجمد غادي تجبديه خاصك تعتك نفس لا تكستور نفس ما عرفش كيف هاش كي قولها بالعلم مهم نفس نفس المعداق نفس ما عرفش كي باش غاني نقول عليكم المزيج دياله يعني مني غادي تاكليه إلا كان كريمي خاصو يخرج كريمي ما خاصوش يخرج متلج المهمة نايرا غادي نكمل معاكم المقادر حتى الاخر ما بغيش نحرق لكم المقادر غاكملوا معايا المهمة المقادر كلهم أنا راني ضاعت فيهم مهمة حرقت لكم الفيلم ولكن نتيجة غادي نوريه عليكم ويا شفتوا النتيجة في اللول ديالفيديو اللي بغا يمشي يرجع باش يشوفوا النتيجة يرجع المهم شوفوش حال ديال الكريمة السائلة ججمعا زي ما تنظن انا نكترت مرمون كريمة السائلة مني كتكتريها را كي يجي لا تكستيو غا يخصات جي كريمية ولكن انا صراحة ما جانيتها حاجة من دكشين مهمة غادي نكمل معاكم الفيديو حتى الاخر كي بقى في كل حال انك يخترت هيغا المقادر وصافي المهمية كي ما شفتوا را كانت درت المقادر كلهم لحتهم في الميكسور انا لحتهم في الميكسور كاملين وطحنت احنا غادي نطحنوا المقادر كاملين وانخليهم حتى يمتجزهم تبارك الله مع بعضياتهم وهانتو مرة داك شي ضغيات فانزربن را كتخليهم معا داك البانان حتى وكي يكون مجمد والمهمة نطحنت كل شي علاح خاطر خاطره ومن بعد خسكي راشتيا جابت واحد المول اللي درت فيه داك داك المازيج ولا داك الخالط وهي غطاته بالبابي اليمنيوم انا عندي هاد البواطع دا غطيسه شتيسه غطيسه ودرتها في الكونجيلاتور وتسنسها واحد اللي لحت جمد لغد ليه فرحان اننا غادي ناخدو هاد القلاس وغادي نلقاه بواحد ماداق اللي هو زوين والماداق اه زوين ولكن ما عاوش كيف سوف نقول لكم لا تكستور ديالو ما شي يهديك احنا انا جاني مجمد وهي جاها كريمي موما اذا رجعتوا الفيديو را تلقوا انها هي جاها كريمي المهمة انا غادي نوركم النتيجة اللي يلقيس قد كل لون ما غايت تغير شي لدرت الحامض اللون تغير يلا هدوك جنيبات اللي اللون ديالهم بحال بحال وهانتو ما مني كان جي نهزو راح قاسح ماشي اسميتو يعني في مطلج اه واجه زي ما تلطراجة الحرارة اللي واعلم المهمة انا مني جي ترى ما جانيش ديك لا تكستور اللي جاتا ايا يا جاتا كريمية انا جاتني اه مطلجة مويم شاركت معاكم بتجريبة ديال قلاس وديال كيف ما هما وهانتو ما شتو النتيجة قدام عينيكم اللي اجباتو النتيجة يخليلي اياه كومنتر السلام عليكم